من تابع حلقتنا مع فقرة إيت سمارت وانضامة لقلنا نتالي ياغي صباح الخير اليوم مشاهدين حلقتنا راح نجاوب فيها عن أسئلة المشاهدين يلي وصلوا خلال الأسبوع لنتالي وكمان أي سؤال عندكم نحن متلقى اتصالتكم اليوم على 0464 تتواجهوا أي سؤال عن التغذية لنتالي أخي راح نبلش مع أول سؤال وصل خلال الأسبوع من أحدى المشاهدات شو سألتك؟ صح في سمار عم تسأل أول شي صباح الخير للمشاهدين دايما فيهم أكيد يتواصلوا معنا على السوشيال ميديا وأكيد يتصلوا فينا كرميل يسألوا الأسئلة بخصوص التغذية وقت اللي نحكي عن السمارة عم تسأل إذا هي كان عندها دهون مرتفعة بالدم كوليستيرول وتريغليسيريد وقررت أنه قررت أو أسباب معينة قررت أنه تصير نباتية لغية اللحمة ولغية الجيش وصارت بس تتناول نشوية تحبوب أوقات سمك تاكل أجبان ورجعت بعدين عملت فحوصات دم ومن بعد تقريبا ثلاثة شهر وطلع أنه بالفحوصات الدم تابعوه لتريغليسيريد بعده عالي ما نزل والدهون بالدم ما كتير نزلوا وهي كانت ما عم تاخد أدوية بعد عم تسأل أنه يا هلترى نظام النباتي مفيد وليما بتقرأ أنه مفيد ليما عطى إفكاسيتي ليما راحوا الدهون ليما نزلوا الدهون هلأ لازم نعرف شغلي هلأ ما عندي تفاصيل فحوصات الدم تابعة بدي أذكر المشاهدين أنه معدلات الدهون السكري إلى آخره مهم أنه قبل ما نعطي النظام الغذائي نحنا بحاجة نشوف فحوصات الدم وبموجب فحوصات الدم فينا نقول إذا هالنظام الغذائي قدير رح يكون فعال ولا لا لأنه إذا كانت كتير عالة معدلات الدم أكيد الفعالية هي نسبة بتوطي بالنسبة معينة وأكيد إذا ما نزلت كفية هي يمكن بحاجة لأدوية تتخفض الدهون بالدم ونحنا في لبنان عنا نسبة عالية من ارتفاع الدهون بالدم إن كان وراتة أو إلى آخره إذا ما نزل في سببين أول شيء أنه يمكن بالنظام الغذائي النباتي هيدا شغلة يمكن الناس ما بتعرفها أنه باختيارنا المأكلات حتى إذا كان نباتي لازم يكون صحيح يعني بعطيكي مثل فيه أوقات أجبان هي بدائل للجبنة منا مصنعة من حليب هي نباتية تعد نباتية ولكن فيها نسبة دهون مشبعة كثير عالية أو دهون مهدرجة كثير عالية فعاليتها على الجسم مثلا على الكوليستيرول نفسه مثل الدهون المشبعة يعني صحيح يمكن هي انتقلت لبعض أنواع من المأكلات اللي هني يمكن منهم نباتيين ولكن فيهم نسبة دهون عالية زيت النخيل دهون اللي مصنوعة من جوز الهند صحيح نباتية ولكن بتعليد دهون يعني دهون مخبية بإيشان نحن يمكن ما كتير من عرفها نعم صح الأجبان والقلبين هني مصدر كمان على الدهون ما ننسى هالشي صحيح ما منشوف الدهون بالجبنة بس هي من أكتر أنواع مأكلات ممكن أنه تعليد دهون بالدم سو يمكن هيدا هو السبب أنه ما نزل معدلات الكوليستيرول عندها أو لسبب معين بردون لورا هي يمكن كان عندها معدلات كتير عالية نزلوا ولكن ما صاروا بالنار بالمعدلات الطبيعية وبعد شغلة يمكن نحن كمانا بما أنه هي قالت أنه تريغليسيريد عندها عالي يمكن كمانا عم تاخد كتير زيوت وكتير مكسرات وهيدا دايما منشوفها عند الأشخاص اللي بيصيروا نباتيين بيكتروا كتير دهون وهيدا بيأثر كمانا على فعالية النظام الغذائي سو يمكن لازم ترجع تشوف كيف بدأ تضبط نظام الغذائي تا يكون هالنظام النباتي فعال تا يقدر ينزلها الدهون بالدم نعم طب انتوا بالعيادة جمالا وقتا يجي شخص عنده نسبة دهون عالية بالدم بتنصحوه يتبع النظام النباتي بتنصحوه يخفف من اللحمة ومن الجيج ولا حسب كلكا يعني هلا بالإجمال بنا نقيم الشخص كيف بيكون عند يأكل في أوقات ناس ما بيكون لحمة بس عندها دهون عالية بالدم ما الناس بالإجمال أكيد لازم نخفف من تناول اللحوم الحمرة بالأخص نفضل الأسماك لأنه بتفيد أكتر في توازن بالأكل شخص إذا قرر هو يكون نباتي فينا نتأقلم مع هالنظام الجديد وأكيد نحسن الدهون كل شخص حسب حالته حسب شو نموت حياته حسب فحصات الدم السؤال الثاني هو من ميرا سألتني عملت فحص دم وطلع عندها معدل الكالسيوم بالدم كتير عاليه وبعد ما شافت الطبيب طبعا عم تسأل إذا لازم توقف تناول الأجبان والقلبين هلا أول شغلة لازم نعملها فحص الدم وقت اللي نعملون فرجيه لطبيب هو بيعرف يشخص إذا في شي مشكلة معينة عم بتخلي هل الكالسيوم يكون عالي بالدم شغلة تانية مش بالضرورة نوقف الأجبان والقلبين كليا هلا شو اللي بيعلي معدلات الكالسيوم بالدم هيدا ما بيعني أنه هي عم تاكل كتير كالسيوم ممكن يكون هيدا دليل لا يمكن مشكلة معينة عنديها سو اللي لازم تعمله أنه تاخد كمية عادية من الأجبان والقلبين حسب عمرة وأكيد تستشير الطبيب تتشوف شو سبب ارتفاع الكالسيوم بالدم فيه يكون أنه الكالسيوم اللي عالي بالدم جاي من العضم لونك يمكن هي عندها مشكلة بتوازن الأرمونات اللي بتعمل بتوزع الكالسيوم على الدم ممكن لأسباب معينة اللي علاقة بالمشاكل بالكليوة بامتصاص الكالسيوم فيتامين D مش دخل نربط الكالسيوم بالأجبان والقلبين مية بالمية هي أهم شيء وقت اللي بيكون عالي هيك إذا كانت عم تاخد مكملات غذائية فيها معدلات كتير عالية من الكالسيوم أكيد توقفها وتستشير طبيبها وإذا كانت معهم تاخد هالمكملات تاخد كمية يعني حستين بالنهار من الأجبان والقلبين هذه كمية ما بتأزي معدلات الكالسيوم لأنه أوقات بيكون لأنه ما عم نكل أبدا أجبان والقلبين ممكن هذا يعلي معدلات الكالسيوم بحالات معينة أكيد أنا سألت كمان عن السكرة مظبوط صح في صباح سألتني إذا عم تيكل إذا البوكوليات خاصة العدس بيعلي معدل السكرة هلأ نحن وقت اللي شخص يكون عنده مشكلة سكرة بالإجمال أهم شيء هو إنه ننتبه على كمية الكاربوهايدريتز اللي عم بيخدها خلال النهار يعني من ضمن هني البوكوليات النشويات مثل الرز البطاطا المعكروني إلى آخره هلأ بالبوكوليات البوكوليات هني عندهن أفانتاج هو إنه فيهن أليف وفيهن أليف جيدة بيبطقوا من امتصاص هالنوع من النشويات اللي موجودين فيها دونك مفروض هني ما كتير يعلوا بس إذا كترنا من استهلكون أكيد إذا عنا سكرة ومعدل السكرة يمنوا كتير من رجلاج ممكن يؤدي لارتفاع إذا نحنا كترنا من استهلكون ثون إحنا ننتبه دايما كيف عم نعمل صحنا يعني ما ناكل بس مجدرة دايما نحط حدها خضرة وننتبه على كمية النشويات اللي عنايها إذا عم ناخد أنسولين ولا لا إذا عم ناخد أدوية معينة لتخفيض السكري هذا كله بأثر نحنا كيف فينا نقسم النشويات طبعونا خلال النهار يمكن صباح عم تاخد كمية كتير أعلى من ما جسمة ممكن أنه يتحمل طب هيدا الكاهوز ذاتوين حتى لو رجلاج الجسم مع الدواء حتى لو رجلاج جسم مع الدواء اللي عم تاخده على السكري فيها كمان ضرورة تكون كمان عم بتخفف من البوكوليات أو أنه عم تاخد بقاتد ما ضبط يمكن بدي أشوف شو الكمية اللي هي عم تاخدها تقعرف إذا هالكمية اللي عم تاخدها هي اللي عم بتأثر لها على السكري هلأ فيها أسباب أسباب تانية هي وقت الشخص يكون عنده سكري مننتبه على أول شيء كمية النشويات اللي عم ناخدها وكيف موزعها ونوعيتها يمكن شغلة من هولة ثلاثة منا كتير متوازنة عند مادام صباح خلت أنه يصير في عندها عدم توازن بالسكري مشان هيك لازم ترجع تقيم نظام الغذائي ترجع تشوف الدواء اللي عم تاخده يمكن بده ترجله إذا زيد وزنة ولا لا سهولة كلهم لازم نشوفهم تنقدر نكون دقيقين يعني مريض السكري اللي بنستنجو أنه هو منه السكري بس مرتبط بتناول الحلويات أو بس بتناول السكر وتنقل سكري يعني كمان في كتير إشاتين يجب أن نكون عم ننتبه لها مية بالمية صح يعني بدنا ننتبه إذا عم نيكل فويكي كتير إذا عم ناخدهم كلهم بذات الوقت ولا لا إذا مريجاجين مع الدواء اللي عم ناخده صهور كلهم لازم ننتبه لهم في بعض سؤال من فوزي عم بيسأل هلأ بموسم هالرشح والجريبيت شو في شي مأكلات بتأول مناعة صح هذا السؤال كلنا عم نسألوا كلنا عم نسألوا هيدا السؤال هلأ صحيح في بعض لأنه عم نزمت كيف اللي عم يزمت من حق الألغام من الجريب والفيروس شاء الله دايما سو أكيد هلأ موسم جريب موسم فيروسات سو لازم نقوي مناعتنا هلأ كيف تتفاعل مناعتنا اللي وعليقة نحنا كيف قديم نعمل رياضة وكيف نأكل هلأ الأكل بالإجمال إذا نحنا عم نتبع نظام غذائي متوازن ما نقصنا ولا نوع من الفيتامينات ولا نوع من المعادن عنا ريسك أقل أنه يمكن نمرض بس إذا مرضنا كمانا هيدا ممكن أنه يصير حتى إذا نحنا كنا عم نأكل منيح فينا نلقى الفيروس مثل كل الناس يمكن تفاعل جسمنا مع هالفيروس بيكون أقل يعني بيصير فيه عوارد أقل إذا كنا نحنا عم نأكل بشكل منتظم هلأ شو يعني شكل متوازن بردون هو ما لازم ينقصنا شيئا ما في أكلة وحدة هي راح تأول منيح لازم يكون عندنا كفينة شوية هلأ هو المعطقة قاله الحمضيات وهو الأشياء اللي فيهم فيتامين سي مظبوط هلأ منعوز أكتر فيتامين سي بس إذا منيكل حستين ثلاثة من هالفويكة يوميا نحنا منغطي احتياجاتنا بهالفيتامينات هاي إذا نحنا منعمل رياضة من قوة مناعتنا إذا نحنا ما منشيل ولا فئة غذائية هيدا كمانا بيأثر إيجابا على مناعتنا سو ما في أكلة وحدة أو نوع معين من المأكلات هي راح تمنع لا سمح الله أنه نلقى الفيروس يعني عكل حال عطول بموسم الشيطة منقول الله يقطع هالموسم عخير والكل يعني يزمط مثل ما قلنا من كل هالفيروس والجريبات شكرا كتير لإليك نتالي مشاهدينا أنا راح ودعكم ورح ننتقل عند إلي شكرا لورا وناطاليا على هالفقرة اللي دايما مفيدة وحلوين احنا مثل ما قلنا لكم اليوم تقلص حلقتنا بهالوقت هيدا ورح نتوق المجال لستوديو الأخبار ليكون بناء المباشر من المجلس النية بأتمنى لكم نهار حلو بكرة موعد جديد عالث 8 ونص شكرا لكم